فيما يخص الجانب الأمني دأبت قيادة العمليات المشتركة هذا العام على رؤية وستراتيجية مهمة جدا هذه الرؤية وستراتيجية اندرجت في العمليات النوعية اللي قامت بها قيادة العمليات المشتركة عدد الضربات الجوية نوعية العمليات النوعية اللي قمنا بها عدد الإرهابيين اللي تم قتلهم يعني احنا نتكلم هذا العام نتكلم عن أكثر من مئة إرهابي الآن أغلبهم قيادين في عمليات نوعية واحدة أو اثنتين قتلنا أكثر من أربعين إرهابيين هذا يفسر ويوضح الجهد الاستخباري والعمل الكبير للمنظومات الاستخبارية والأمنية أيضا العمل النوعي لجهاز المخابرات في استدراج الإرهابيين من خارج العراق ويجلبهم إلى داخل العراق كل هذا يوضح بأن قيادة العمليات المشتركة هذا العام نجحت في تقويض الإرهاب نجحت في ضبط الحدود نجحت في مطاردة الفلول في مناطق معقدة جغرافيا في الجبال في الصحراء في الوديان أكثر الأماكن التي كانت معرضة إلى ضربات الجوية من قبل سلاح الجو العراقي هي الأماكن المعقدة جغرافيا الأماكن التي تواجد بها التنظيم الإرهابي على شكل مفارز أعقدها كان في وادي القذف واللي قتلنا بها أكثر من 16 إرهابي وهذا رقم كبير جدا وكانوا يخططون إلى قيادة وسيطرة وعادة تنظيم داعش أيضا في المرتبة الثانية تأتي أهمية العملية النوعية اللي قام بها أيضا جهاز المخابرات في صحراء الأنبار وقتلنا بها عدد كبير من التنظيمات العرهابية وأيضا وادي شاي ووادي زغيتو ترجمة نانسي قنقر